موسيقى من جدة حب أقول هاي لكل شخص يروني بحلقة اليوم من صحة وقمر على تلفزيان الآن وقناة الآن على يوتيوب حقا اليوم ستكون كل شي نطيفة لأن نظيفها من نطيفة اليوم سأطبخ طبخة أول مرة أسمع بها تخيلوا اسمها تاكو بالكبدة سأطبخها مع الشيف مينا كاستيرو كل شي متحبسة كل شي خائفة لأن طبخة جديدة ولكن هذا الشيء ما سيمنعني نطبخوا لكم وعلمكم وعلمكم معها لقد أخذها سماء قدير لكن قبلها لا تنسوا تنسوا لايك شرح وسبسكرايب وفعل زر الجرس على أن ترى كل حلقات البرنامج والله سوف نتوقع سوء حسنا نرحب بالشيف لينا كاستيرو شيف أهلا كيفك؟ ما الأخبار؟ نورت البرنامج شيف شيف لنا أول شي أنا سمعت لك أنت متعلمة طبخ ليس ما أخذت بس هواية صح؟ نعم أنا درس طبخ طيب أحب أسألك شو الفرق بين اللي دارس الطبخ وبين ما أخذها بس هواية؟ اللي دارس طبخ عنده معلومات زيادة عن الهاوي تكنيك معين درجة حرارة معينة طرق طبخ الوصفة على أصولها والطريقة صحيحة طيب شيف شيف شو أكثر طبق سعودي مفضل بالنسبة لك؟ الكبسة الكبسة طيب شو سنحضر اليوم أخولها كبسة؟ لا، اليوم عملت لكم شيء مرة لذيذة اللي هي تاكو الكبدة تاكو الكبدة جاهزة؟ نعم نعم نبدأ بالتحضير حسنا حبابي قبل ما نبدأ بالحلقة تنسوا لايك شير تسوكيب وفعلوا زر الجرس على موت تشوفون كل حلقات البرنامج حسنا شيف أول شي أنا مستغربة شوية من اسم الطبخة يعني تاكو الكبدة ما هي فكتشحيننا عنها التاكو هو أكلة مكسيكية بس أنا حبيت أعملها بشوية تويست وأحط التش حقنا السعودي أوكي وحبيت أعملها بالكبدة واو، أوكي طيب شو المكونات؟ هنستعمل كبدة خروف خبز التورتية سلصة طماطم ملح وفلفل أسود بابريكا، كمون وسبعة بهارات توم وبصل طماطم، فلفل فلفل رومي، بكدونس، ليمون وحبيت أحط عليها سوس من فوق اللي هو سوس الطحينية مع الزبادي طمام، هي سهلة أو صعبة؟ لأنني حسيتها شوية صعبة هي جداً سهلة، بس تحتاج لها يعني تجهيز إذا الخضار كلها متقطع و جاهزة فالكبدة ما ستأخذ وقت معها طيب، أوكي، ما هو أول خطبة؟ أول خطبة، جربت تقطع الكبدة قبل كده؟ أنا أمن ما رفوت المطبخ ماذا رأيك؟ نقطع الكبدة مع بعض اليوم؟ نعم نعم طيب، نلبس المطبخ نعم ألمس اثنين؟ نعم شيف، كم صل لك بهالمجال؟ تقريباً، كم سنة؟ يمكن أكثر من عشر سنين واو، ما شاء الله بس احترفت المجال هذا آخر خمسة سنين يعني رحت و درست و كده لحد الآن تتعلمي أم لا؟ طبعاً، كل يوم بتعلم شي جديد كل يوم بستفيد من شي جديد واو، ما شاء الله طيب، هسا شو هنسوي؟ لحين هنقطع الكبدة تمام طيب، مهم إنه نقطعها شرايح مرة رفيعة أول حاجة، بالطول بهذا الشكل، عشان لما تيجي تستوي معانا تكون سهلة أوكي، سو أقطعها من تحت صح؟ من تحت شريحة كبيرة، ممكن يا رب، أريد أن أفعل صح؟ انتبه على صحب الله نفس رقص؟ لم تضغطها؟ لا، أتوقع، أنا مريك إنتبهات رح يمينه يسا أنا مريكي طيب، لازم تثبتيها بقوة أوكي، تضغطي تمام تمام واو، بشكل دع يراد لها قوة قليلا بس أنك تثبت السكين وتثبت يدك قطعتها شريحتين رفيعة أوكي، هل سنفعل؟ طيب دحين أبغاك تقطعها شرايح بالطول بالطول، سهلة هاي إيزي، هاي لعبتي بسيطة والكبدة كلما كانت أرفع، أرفع من كده أرفع؟ أرفع، كلما كانت أرفع، كلما كانت بالطبخ ألز وأسهل تمام نعم عشان إحنا كمان حنحطها جوة التاكو، فأحتاجها تكون رفيعة هاي كم تاكو رح تصير؟ هاي كم واحدة حتصير كم تاكو يا إيز؟ يعني كثير، هنسوي كثير كثير؟ اوكي صح، هم بقطعها أم لا؟ بس تعطيني أكمل عنك؟ آه ممتاز لأننا رح نطول هواي أوه ممتاز، بس خليني أخلص عنك تمام يا جماعة، كل أحد يشكك بمهراتي بالطقطيع، لا أعرف لش ممتازة أنا شوي أحب أتفنن فأخذ وقتي يعني عرفتي ممكن أطول ساعتين ثلاثة وأنا قطعها عادي لا أنا جداً حامية في المطبخ أحب أخلص بسرعة أحب الوصفات السريعة السهلة ما أحب التكنيكس، الطبخات المعقدة اللي فيها تكنيكس كثير أحلى، شان واحد يأكل بسرعة بالضبط، هي طبخة سريعة أرجع أقصها بالنص كده، عشان تاكو حقي صغير بتقصيها كمان؟ لا، خلص، قصيتها بالطول، وبعدين بالعط حكمل القطع الثانية تمام، هاي شو أسبب فيها؟ هاي خلاص، هنحطها على جنب وحنبدأ دحين القطع صغير ايوه طب شيف شو أول طبخة طبقتها؟ يعني طبخة قوية أو صعبة أفتكر كانت اللي هي الكرب بالنوتيلة الكرب، واو جاتني فترة هذا الاحتفال حقي مع العيلة، يلا لينا سوت كرب ايه بالنوتيلة، أسوي لهم احتفال حتى مع عماتي ايوه بس الكرب أحس سهل لأنني كنت مر صغيرة ايه، شو الأول طبق صعب طبختي الكرب أنا أعرف سوى الكرب ايوه، بس أنا بحكي لك كنت يعني ممكن عمري سبع سنين عملت كرب وكان شي صعب طيب أول طبخة قوية مثلا أول طبخة قوية عملتها عملت مقلوبة فلسطينية واوه يس، وكان برضو احتفال لما سوتها أي عمر؟ طبخة جدا صعبة وتاخد وقت وقلي ومجهود وأنا كنت صغيرة رز وأشاء ايوه، يمكن كنت عشر سنين ما شاء الله من زماني وأنا في المطبخ حبيت، وطلعت طيبة أم لا؟ طلعت ممرّة لذيذة ما شاء الله حبيت طيب، هسا شو حنسوي بالكبدة بعد ما قطعناها؟ طيب، حنقطع باقي الخضار طيب، أنا أحب أضيف خضار كثير مع الكبدة حسنا هل تقوم باقي كبدة؟ أو دكتها؟ ما هيك لتقضي اليوم؟ لا، لا أحب الكبدة، أنا لا أحب الكبدة، أنا لا أحب الكبدة اليوم؟ لا، أنا أتفرجها اليوم سأتفرج عليك سأجربها اليوم من يدي لا، سأجربها اليوم سأقضع بصل أحمر شرايا حسنا سأضيف خضار كبدة؟ لا، سأضيفها على جمد أول شيء سأقضع الكبدة على النار مع زيت زيتون تمام ثم سأضيف عليها الخضار الذي نريده حسنا سأبدأ بالبصل وعندي مفروم جاهز سأضيف طماطم هذا كله سأخلط سوا صح؟ على البان في النار؟ نعم ما هي أكتر طبخة تحبيها؟ أنا أحب المنصف الأردني كثير لذيذ كثير وأحب في أكلة تورية اسمها فتة كمان تعرفيها؟ نعم طبعا تعرفت طبخيها؟ حامل لكم إن شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله وصفه مرة لزيزة هتعجبين طيب تماطم يكفي خلاص أضيفه واحدة بصر ممكن تحطيلي التشغلي على البان خلاص أعلى حرارة نعم نعم لأننا ستأخذ وقت لازم البان تكون مرة حامية قبل أن نزل الكبد ترى كيف تشعر تفاعل الناس مع الطبخ على الوصف؟ هل يحبوا هذا الشيء؟ من جدا؟ حبيتي؟ نعم أضع زيت على البان أو؟ نعم نعم أضيف فلفل رومي هل يكفي أم لا؟ لا يكفي نعم حسنا طيب من أكثر شاف بتحبيه من الشافية اللي بتعرفيهم؟ أحب شاف معي أتفرج على شف سعوديين قصدك نعم أحب أتفرج على سمجاد تعجبني سمجاد أوكي في شف خلود عالقي أيضا أيضا أنا صغيرة بتابعها واو في شف ويد أيضا كثير شفات سعوديين عندنا مرة مشهورين ومعروفين وأكلاتهم خرافية طيب وين برا سعودية؟ في حد معين؟ من برا سعودية صراحة ممكن أحب جوردون رامزي أوكي أحب أتفرج وصفاته كثير بس غير كده دا حين ما في بالي حاجة دا حين بالي كله في الكبدة وفي الطبخة أوكي حسنا سنضعهم معي أو أو أول شي سنستنى نتأكد البان حارة أوكي سخنها أكثر؟ أي فعين هاي أي أيوة تمام لازم تكون البان جدا حارة أوكي نزل الكبدة وبعد كده الخضار عليها والبهارات باقي البهارات وكده خلاص خلصت طبختنا أوكي سنستنى البان تسخن عشان نضع هذه الأشياء صح؟ نعم نعم ممكن نسوي الصوس الصوس جدا سريع يلا عبد الملفان تسخن هذا شو؟ هذا زبادي أوكي طحنية مقادير أوكي شيف طب كم المقادير يعني مثلا كم حطيت الزبادي والطحنية؟ حطيت أربع ملاعق كبيرة زبادي أربع ملاعق خمسة ملاعق كبيرة طحنية طبعا أنتوا وكيف تحبينها؟ حسب الرغم وحسب الكمية صح؟ حسب الكمية صح؟ تحبوا طعم الطحنية قوي تحبوا أقل أنتوا براحتكم سأضع شوية ثوم تمام عصرة ليمونة أوكي وملحفل في الأسود الصوت صار جاهز بس هقلبوا هذا ما نستخدمها؟ لا هذا الكبدة سلصتة طمانة أوكي سأقلبها جيدة أشعر أن البعن صار جاهزة الآن؟ نعم نعم طيب ممكن بس تساعديني هو هذا الصوت اللي لازم تسمعيه وانت تجامل الكبدة يعني لابنشتغل صح تماما حسنا حسنا سأقلبها لأصبح خليها شوية تحمر من تحت ونقلبها سأقلبها أحذكها أو لا تضاعي؟ ممكن تبدأ تقلبها حالياً سأحذك الكبدة سأقلبها وبعدين سأقلبها وبعدين سأقلبها البهارات والخضرات ولكن أولاً يتأكد الكبدة أن طبخت كوي حالياً نحرك الكبدة بس استوي سأقلبها البهارات عندها سأقلبها الخضروات نعم وبعدين ستكون خلصت الأكلة ونضبطها خبز سأقلبها ثم سأقلبها 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 وأحذك سأقلبها صغيراً فهي أقلبها أحذك جداً سهلة ولذيذة لكن أول ما تبدأ تستوي معين سنزل البصل والثوم وقفز سأقلبها حلو لحين نضع بفريكة وكامون سبعة بهارات وصصة تماثم في حب يضع دبس رمان بس انا ما اخذ بالدبس رمان حسب الرغبة حسب الرغبة استوى شوية اجيبهم اللي نحب الخطم او ايوه الخضار الخضار اللي ندبس خلاص اوك اتنزل لا لا اول شي البصل اوك اتنزلي البصل كامل كله ايوه كل البصل تمام وخلاص اقلب بس يضبل البصل شوية مع كده اوك حسنا حطينا البصل هستوية كا ما بقول الحم مع الكبدة وبعدين حنحط الطماطا وبعدين الفرر الاحين شوية هحط التوم تمام بس استنى اجيب التوم يعنى ايوه اوك 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 ما هي الأشياء التي لا تريدها؟ أنا لا أحب السمك لا تحب السمك؟ لا أحب البحري بشكل عام، لا أحب البحري بس السوشي أيها غريبة مع أنه يمكن أن يأكله أكل بحري بس السوشي لا أنا العكس، والكبدة مستحيل أكلها أيها حالياً دا تسويين أكثر أكلها، أنا مستحيل أكلها بحياتي سمعت جربائها؟ خيالي لا أحد جربائها؟ أجربها، إن شاء الله، صراحة شكلها من المقونات لها شكلها طيبة لكن الكبدة العادية لا أطيقها مرة لذيذة، عندما بابا يعمل الكبدة ننزل المطبخ أنا عندما بابا تعمل الكبدة وأطلع من البيت لا، كلنا بابا سوى كبدة أصلاً من النوم، عادةً بنسويها على الفطور واو، على الفطور؟ إيوه، نفطر كبدة أحسها تفقيلة على الفطور العكس مرة خفيفة تصير ترهم غدا عشاء ضيفت صلصة الطماطم، أطبخ صلصة الطماطم شوية ما هو؟ يعني قليل إيوه، هو بس نكهة، يعطينا شوية نكهة، وكلا الكبدة تصير حمراء ممكن نجيب البهارات، نحمسها، وآخر شيء نضيفها بتضاري البهارات أحب quê ثقيلة ملح والفلفل الأسود؟ أخبészا، أخبiker والذي عدا كمون وبابريكا وبهارات مشكلة كمون وبابريكا وبهارات مشكلة خليهم كلهم يأ تمام بدأت تطلع الروايحة اللذيذة ايه ريحاتها تبصيبها تمام نحن نخلي هؤلاء أحمسها جيدة مع البعرات عشان ما أبقى الكبدة ما ملازمة تبخيها كثير بس أول ما تبدأ خلاص هنزل باقي الخضار كلهم سوا كلهم اوكي رحننزل الخضروات بس الطماطم تحاولي تنزلي أقل يعني مو كل الطماطم مو كلها اه ثانيا هنزل الفلفل والفلفل هيا بس أولا لا نزلي خلاص بعد الطماطم كلها الطماطم كلهم أشعار فقط أنا أحس أن نزل شوي كما نزل شوي كما بس صح نعم خبيرة فنانة اوكي خلاص حتيبها دقيقتين على النار بس تدبل شوي الطماطم والفلفل الرومي وصير جاهل تمام هنا الفن بارت انا اخد خبز التاكو اوكي 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 شفت كيف ناكل سنبوسة رمضان اي انا حابة تقوم بدارة سنبوسة الكبد اوكي عرفتي اوكي 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 مم سواعي اغلبها اي اه نياد اخليها احسها احترجت خلاص يكفت خطأ الآن ثانية هي بدأت تطلع السوس حقها خلاص كده سارت كده جواه سمع اوكي استشعر نسوي الخبزة 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 التورتية ااخده واقطعه اوكي بالكاسة على شكل دوائر ايو احس يعني لا المشكلة بالكاسة المشكلة بالكاسة صح ما غير الكاسة عليها بيش حسيت طعفي عندي هاده الكوم والله انا باني انا مرادة شوفي الثان ايو لا لا يعني هي شوية في غمر يعني امال ماتت لا خلينا نجرب 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 الهادي صح المثلث هذا مدهرة لا تعرفي فين الغلط هي طرشة كبيرة الغلط بالخبزة لا مش بالخبزة بالصحن بالصحن الصحن قمر لديكم لا خوف عليكم قطعتها وعندنا كبدة كتير طيبة خلاص ضغط عندنا كمية كبيرة ايش هنعمل لعبتي استني خبار خبيها نخبيها اول واحدة نحتاج كمان عشرة حبات يا قمر لعبتي عب عليك استني لا تفشلينه نرجع لكم بخبار حسنا طبعا الجريمة التي حصلتنا نعم لا تفشل لا تفشل لا تفشل جاهزة جبنا حسنا سنبدأ التاكو سنضعهم بالدوائر التي تحتاج لكم نعم الدوائر عليها ديون ممكن تستعينوا بأي شيء لتوقفوا التاكو نعم تمام نبدأ الصف من هنا طيب هنأخذ الكبد بشكل ده اوكي كده هي مفروضة تكون حقة لقمة بس لقمة لقمتين بالكتير ايه هي واضحة يا صغيرة نعم هو هذا المطلب اللي بعده نبدأ نصفها بالشكل ده بعدما نحط عليها الصوص صح؟ الصوص انا بالعادة بشوف لما يسوون التاكو يحطون أول شيء الصوص على الخبزة بعدين لا فيه بيحطوا ممكن لا يختلف الصوص هادا ممكن يحطوا صور الكريم ممكن اللي هي الأفوكادو صوص تحت كده اوكي والله شكلها حرور بس كل ما اتذكر انها كوبدة انهار نسهل الموضوع بدأنا نخلص توقيت اوكي سأعني بالموضوع توقيت الصوص فوقها على صح ايه طبعا القوامل التي تفضلوا انا احبوا تغيير شوية عشان ما يشرشر بالضبط بس شوية هيكفل لأنه طعمها قوي للطحنية أوكي بالشكل ده كده صار الطبق جاهز طبعا ممكن تزينوه كل شكل انت تحبوه أيوة بس احنا دحاني بندوق أهم شي الطعم أوكي قاية طعم خلصنا الطبق طبق واو صراحة شكله بشيحي أنا لا أحب الكبدة بس يعني شكلها جدا حلو سلم إليك شيف الله يسلمي حسنا صار وقت ندوق الطبق أوكي يا جماعة سنجرب الطبق شو شعورك أنا متحمسة أنت تجرب الكبدة لأول مرة أنا متحمسة بس خايفة يعني الله يسر أشوف رأيك بالكبدة طيب بسم الله نبدأ بسم الله بسم الله يالله أتفضل البيت بيتك يالله يالله كده أوكي فيني أغمسة بالصوص احتياط عشان أقلت عمل كده شوي طب أنا عمشلت ننسو ولا شوها أيوة يالله بسم الله أكثر جيدة واو صراحة أبعا أبعا أول مرة في حياتي باقي الكبدة وبأكملها يعني غيرت لأكرايك عن كبدة كثير طيبة والله يسلم إديكي ضروري تحب الكبدة يجب أن تجربوها صراحة الحلقة كلها سأقول لكم أنه لا أحب الكبدة وأنا فرعتني أنك أحبت الكبدة أبداً، أنا لا أحبتها صراحة لا أقول لكن طعمها كأنه لحمة يعني ليس بين كبدة أو التقليدية أن أأكلها دائماً لا، طعمها غير، أحبت بالعافية بالعافية كيف السوس معها؟ كثير طيبة جيد صراحة أقيمها تسعة من عشرة بالعافية لك، ممكن تضع عصرة ليمونة حسناً أيضاً وحتى طيانك هل يزيده طعمها صراحة مثل التأكل التقليدي يعني أنه ليس غريب أو شيء لا، بالعكس بالعافية الله يعافيك، والعافية لك أيضاً ترجمة نانسي قنقر